يا لهوة الحلاوة والجمال لما تتخيل ان الاهلي هيلاعب منشستر سيتي هيلاعب بيب جورديولا هيلاعب خير اللهم اجعله خير هالند هيلاعب كيفين دي بروين وهلاعب برناندو سالفا وهيلاعب دياز وهيلاعب وكر وهيلاعب التشكيلة العظيمة اللي فيها فودن وجريلش وبقى الاسماء الكبيرة اللي حضراتكم معارفنا خيال ان شاء الله باذن الله بس الاهلي مايلعبش منشستر سيتي إلا لو وصل للنهاية بس عشان يوصل للنهاية هعنده مطبات طبعا مطبات ومطبات تقيلة قوي اول مطب غالبا هيبقى الاتحاد السعودي هو ده المطب الاولاني اتحاد السعودي بقى ببنزيمة بكانتي ونوين ييوبو كنبنبي كمان في الدفاع وبقى الاسماء العظيمة اللي في الفريق لا فرقة تقيلة طبعا ما فيش خلاف صح كده فبينيو طبعا الاسماء اللي بفتكرها عندهم اسماء علامية كتير خلاص نهاردة اتحاد في الاتحاد السعودي ارسل عرض رسمي لنادي باريس سان جرمان عشان يضم المدافع الفرنسي الكبير كنبنبي عشان ان شاء الله لما يلعبوا الاهلي كنبنبي يقفوا قدامه وكهربا بقى وصلاح محسن وبقى اللعبة العظيمة في النادي الاهلي هتقول لي هتقول لي ان المواجهة يعني هتبقى صعبة على الاهلي هقولك انا وانت اهو نهاردة كاما جمعا نهاردة حتى كده قلنا في يوم ستة ستة من الشهر ستة سبتمبر عشان يبقى نسجل الحلقة دي ونرجعها لو الاهلي واجه الاتحاد وغلبا هيواجه الاتحاد في ربع نهاية من دي الاندية على ضمانتي او توقعاتي او تصوري او خيالي او احلامي او ثقتي احسبها زي ما تحسبها الاهلي ان شاء الله يفوز بهذه المباراة هتقول لي نجوم عالمية وهقول لك الاهلي هيكسب المباراة ليه ليه عند الثقة دي يعني انت بتقول كده عشان انت يعني الاهلي ممثل مصرف عايز تلمي الكلمة وخلاص هقول لك لا عندي شوية كده حاجات بربطها مع بعض مارس الكورة المداري المستقر مع النادي الاهلي مارس الكورة بيعرف يلعب مع فرق عالمية عفاك الاهلي السنة اللي فاتت في المباراتين اللي عبهم في كاس العالم الاندية عمل مباراتين كبار جدا رغم بس المباراتين مع بطل البرازيل وريال مدريد عمل مباراتين رائعتين جدا بس خسر بالنتيجة كبيرة اربعة اربعة بس لعب حلو اوش اوش بعدها لو تفتكر بعد كاس العالم الاندية لقالي خسر من سنداونز الخماسية كان بنفس الطريقة اللي كان بيلعب مارس الكورة بيها لو انا هاجم وماليش دعو بالدفاع الراجل بعد مبارات سنداونز تحول بقى راجل زكي حريص في الدفاع وتماسك الفريق وبيضغطش عالي طول الوقت فالاهلي مع مارس الكورة فرقة دلوقتي تقيلة يعني لما تلعب مع فرقة عندها كواليتي عالمي مش هقولك اكيد الاهلي هيكسب ومش عارف ايه بس لا الاهلي هيبقى تقيل هيبقى تقيل هيبقى ند جامد يعني فانا تصوري ان الاهلي يقدر يكسب فريق الاتحاد في كأس العالم الاندية او طبعا الاتحاد مليان نجوم وفريق عظيم وكل شيء بس الاهلي يقدر يكسب هتخش بقى على بطل كوبة لبرتادوريس او بطل امريكا الجنوبية وده لسه معرفنهوش فده برضو مطب تاني هيواجهه النادي الاهلي املا في الوصول للمباراة النهائية ومادلية جديدة بعد تلت برونزيات هو اكيد بيدور على فضية واكيد اكتر بيدور على ذهب بس انت لما هتوصل للنهاية بإذن الله هتواجه مين منشستر سيتي حرفيا البابا بابا العالم مش بابا الاهلي بابا اي فريق في العالم فنوصل بس ان شاء الله مع النادي الاهلي للمباراة النهائية وساعتها يبقى لينا كلام